الشيخ راضي طبيب في الخمسين من عمره وهو مدير طبي لأكبر مستشفيات العاصمة يعرف الله حق المعرفة ويعيش حياته كما أمر الله ورسوله كان عنده بالمستشفى ممرضة كثيرة المشاكل مع زميلاتها ومع المرضى وكان كثير الصبر عليها لأنها رغم عيوبها كانت ممرضة عمليات ممتازة ومحترفة في تخصصها وذات يوم دخل المدير الإداري للمستشفى على الشيخ راضي وأخبره بأن البعض همس له أن تلك الممرضة تسرق بعض الأغراض من المستشفى فقال له نحن لنأخذ الناس بالشبهات لو ثبت عليها شيء بالدليل سأتخذ معها الإجراء المناسب وبعد عدة أيام سمع الشيخ راضي وهو داخل مكتبه ضجيجا عند مدخل المستشفى فنزل ليعرف الأمر فوجد هذه الممرضة عند باب الاستقبال وقد أمسك بها المدير الإداري وقام بتفتيش حقيبتها فوجد بها بعض الغيارات الطبية وزجاجة مطهر وعلبة صغيرة فيها مرهم حروق فقام الشيخ راضي فورا بنهر الإداري وموظف الأمن وألهمه الله أن يقول للجميع بصوت رج المستشفى ما الخبر؟ لماذا تفتشونها؟ هذه الأشياء أخذتها بإذن مني ردوا لها أغراضها واعتذروا لها ثم انصرفوا لقد قال هذا الكلام ليحفظ للممرضة ماء وجهها أمام زميلاتها من باب الستر وقد قرر في نفسه الاستغناء عنها بعد يومين أو ثلاثة عندما ينسى الناس هذا الموقف لأنها وإن كانت سرقت بضع أشياء لا قيمة لها إلا أن مبدأ السرقة وارد ومن يخن الأمانة في القليل اليوم يتجرأ على الكثير غدا في اليوم الثاني ذهبت الممرضة إلى الشيخ راضي وشكرته على موقفه النبيل الذي سترها أمام الآخرين ثم فجأة أجهشت بالبكاء وعرف منها أن زوجها يعمل بورشة لحام وأنه أصيب بحادث حرقت فيه ساقه وأنه يحتاج لغيارات يومية على ساقه المحترقة وهذه الغيارات مكلفة في العيادات الخارجية وأنه قعيد البيت بلا عمل منذ وقوع الحادثة لذلك أرغمتها الظروف لأخذ هذه الغيارات والمراهم طيب المدير الطبي خاطرها وأصدر قرارا بأن يتم صرف الغيارات الطبية والمطاهرات المطلوبة للممرضة يوميا ويسدد ثمنها من صدوق التكافل كما قام بصرف مبلغ كمساعدة لها نظرا لظروفها وظروف زوجها وكذلك أعطاها مبلغا من حسابه الخاص وبعد أن شفي زوجها قام بتعيينه في أعمال الصيانة بالمستشفى هذه الممرضة تغير سلوكها 180 درجة بعد ذلك الموقف ليس في تفانيها المهني فقط بل والتزامها الديني أيضا حيث واضبت على صلاة كل الفروض في أوقاتها وحفظت بعض أجزاء القرآن وحصلت على لقب الممرضة المثالية لسنوات متعددة بعد ذلك وكانت عين وأذن إدارة المستشفى في حماية كل صغيرة وكبيرة بالمستشفى كما كان زوجها يعمل بكل إخلاص وحماسة وتفاني منقطع النظير وبعد فترة مارض الدكتور راضي وترك منصبه لنائبه حتى يتم له الشفاء ويعود من جديد ولكن هذا النائب طمع في الكرسي وحاول مع مدير الحسابات تزوير بعض الكشوف وإخفاء الكشوف الحقيقية ليظهر الشيخ راضي مختلسا وقد شعرت هذه الممرضة بقلبها النقي وبتقربها من الله أن هناك مكيدة تدبر لهذا الشيخ الفاضل وبدون أن يشعر بها أحد قادتها قدماها بأمر الله إلى باب غرفة مجلسهم وسامعت كل المؤامرة واستطاعت أن تحصل على الكشوف الحقيقية في غيابهما وتضعها في مكان أمين وعندما جاء هذا النائب والمحاسب بالأوراق المزورة لمدير المستشفى ويتهم الشيخ راضي بالاختلاس أظهرت هذه الممرضة الكشوف الحقيقية وقدمتها للمدير الذي قام بطرد الرجلين وفطحهما أمام الجميع وعندما عاد الشيخ راضي وعلم بما حدث من الممرضة سجد لله شكرا وقال صدقت يا رسول الله يا من قلت ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عمر طفل في السابعة من عمره يحفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم وأحاديث نبوية كثيرة ويعرف الكثير عن أمور دينه وقد أقنعه الوالدان بأن يصلي الخمس صلوات في المسجد فكان دائما حريصا عليها لا تفوته صلاة حيث فهم أن بركة الحياة تأتي من بركة المسجد والصلاة فيه وأيضا من حفظ القرآن الكريم لذلك كانت كل تحركاته مباركة بفضل المسجد وحفظ القرآن الكريم في أحد الأيام كان يسير في الطريق مع أبيه متجهين إلى بيت صديق للأب وهم في الطريق أشار عمر إلى سيدة أجنبية كاشفة شعرها وقال لأبيه يا أبي هذه المرأة ستدخل النار إنها تكشف عن شعرها لقد قالت لي أم ذلك قال له الأب أسكت يا عمر ولا تشر بيدك على الآخرين في الشارع تأسف عمر لأبيه وفجأة وجد الأب هذه السيدة تقبل عليهما وتسأل الأب ماذا كان يقول طفلك فقال لها الأب إنه يقول هذه المرأة ستدخل النار لأنك تكشفين عن شعرك وديننا الإسلامي يحرم كشف الشعر على المرأة نظرت السيدة إلى الطفل وأعجبت بشجاعته ثم قالت أريد أن أعرف أكثر عن الإسلام هذا رقم هاتفي وأرجو أن تعطيني رقم هاتفك أخذ الأب رقم هاتفها وأعطاها رقم هاتفه ثم شكرت الأب وقبلت رأس عمر وانصرفت وصل عمر مع أبيه إلى بيت الصديق وبينما صديق الأب في المطبخ لإعداد الشاي احتاج الأب استعمال جهاز كمبيوتر صديقه فأخذ عمر يداعبه ويطلب منه أن يشغل له نشيدا ظنا منه أن صديق والده لديه نفس الأناشيد التي يحبها وبينما عمر يبحث في الملفات نظر إلى ملف تحت اسم سفينة البحر فقام بفتح الملف الذي كان عبارة عن لقطة جنسية قدرة فارتعد الأب وتسمر عمر أمام تلك اللقطة فوضع الأب يده على عيني عمر وأغلق الجهاز باليد الأخرى لم يعرف ماذا يقول له ولكن عمر قطع الصمت وقال لأبيه أنت دائما تقول لي لا تصاحب إلا الطيبين فكيف تصاحب هذا؟ قبل الأب رأس عمر الذي انطلق إلى المطبخ وقال لصديق والده هل تحب الله وتريده أن يحبك؟ فقال الصديق طبعا أحب الله وأريده أن يحبني لماذا هذا السؤال؟ قال عمر الكمبيوتر لديك فيه أشياء لا يحبها الله فهم الصديق ما يقصده عمر فضمه إلى صدره وأخذت الدموع تنهمر من عينيه وهو يقول له سامحني يا حبيبي سامحني يا الله كيف ألقاك وأنا أعصيك دخل الأب المطبخ وكان يسمع الحوار فقال الصديق للأب وهو يبكي لقد أهدى ابنك إلي حياتي فذكره الأب بأن الله يغفر الذنوب ويقبل التوبة ثم ترك صديقه وعاد إلى بيته وفي الساعة العشرة مساء فرن الهاتف وكانت المتصرة هي السيدة التي قابلت الأب وابنه في الطريق وقالت له أنا وأسرتي نريدك أن تزورنا حتى تحدثنا عن الإسلام قال الأب لا مانع عندي أنا قادم إليكم الآن ذهب الأب إليهم وجلس الجميع يستمعون إلى حديثه عن الإسلام وقبل أن يغادر البيت أهداهم بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلام وأسلمت السيدة وزوجها وأبناؤها وقامت الأسرة بزيارة الأب ليلتقوا بعمر فقبله الجميع وقالت له السيدة شكرا لك يا عمر يا عاشق المسجد والقرآن وشكرا لوالدتك التي أحسنت تربيتك وعادت الأسرة التي أعلنت إسلامها إلى بلادهم وأصبح الجميع دعاة للإسلام في بلادهم ذلك ببركة المسجد وحفظ القرآن الذي حافظ عليه عمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير